الجدير طبعا بالذكر أن الجائزة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى جمعيات الأيتام بالمملكة وعلشان نتعرف أكثر على المسابقة نرحب بضيفنا في استوديو مكة الأستاذ عمر الفايز وهو مشرف مسابقة جائزة أمير مكة لحفظ القرآن للأيتام يسعد صباحك أستاذ عمر حياك الله وأنا أخوك صباحك بكل خير يا مرحب الله يبقيك ويرضى عنك ويرضيك يا الله سهلا نبغى نعرف استعداداتكم للمرحلة النهائية من هذه المسابقة طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهلي وصاحبه أجمعين أولا نسعد الله وقاتكم بكل خير أنتم مساعدة المتابعين ونشكر لكم استضافتنا في هذا اللقاء المبارك ونسأل الله ينفعنا بما يقوله وبما نسمع جائزة أمير مكة المكرمة لحفظ القرآن لأيتام المملكة العربية السعودية هي جائزة مخصصة لأيتام المملكة العربية السعودية من عمر 10 سنوات إلى 20 سنة وهي تعتبر الأولى من نوعها وتنظمها مؤسسة كافل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل المستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة نهدف في هذه الجائزة إلى إبراز دور عناية ولاية الأمر حفظهم الله في خدمة كتاب الله عز وجل آداء وحفظا وتدبرا وأيضا إذكاء روح المنافسة بين حفظ كتاب الله من الأيتام وأيضا حث الأيتام وتوجيههم إلى حفظ كتاب الله عز وجل انطلقت المسابقة على فرعين الفرع الأول مرحلة التصفيات الأولية والمرحلة الثانية مرحلة التصفيات النهائية مرحلة التصفيات الأولية كانت في 1-1-1443 شارك فيها 117 مشارك يمثلون 18 جمعية اللي يتأهل للمرحلة الثانية 32 طالب يمثلون 14 جمعية كانت بالتعاون مع جمية خيركم الشريك الأكاديمي هم المسؤولين عن تحكيم المسابقة في مرحلتها الأولى الثلثة أو عفن الجمعة انطلقت المسابقة في مرحلتها الثانية في مكة المكرمة حضوريا وفق تطبيق إجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة زي ما ذكرت شارك فيها 32 طالب ويمثلون 14 جمعية طبعا كانت هناك برامج وفعاليات مصاحبة لهذا المبادرة أول برنامج كان عندنا تأهيل مشارك مبادرة تأهيل مشارك نهدف في هذا المبادرة مبادرة تأهيل مشارك إلى رفع جاهزية المشاركين وأيضا تأهيل المشاركين وتدريبهم للمشاركات القرآنية وأيضا تأهيل المشاركين والبحث عن كل واحد وحسب احتياجه يحتاج معلم في التجويد معلم في التحفيظ يحتاج معلم في تهيله وتدريبه على المسابقات القرآنية أيضا عندنا فعاليات مصاحبة بحولها وقوتها أو نفذنا عدة فعاليات مصاحبة اللقاء الإثرائي بعنوان المسابقات القرآنية هذا التربوي والنفسي والاجتماعي شارك فيه أكثر من 100 ابن و14 مشرف بالتعامل مع الدكتور عمر هوساوي عضاهية تدريس جامعة من القرآن وأيضا عندنا نقاء إن شاء الله غدا يوم الاثنين بحول له وقوته بورشة عمل بعنوان تبادل أفكار في صناعة البرامج القرآنية سيتم تقديم فيها بإذن الله أربع أوراق عمل بحول له وقوته أيضا عندنا زيارة الأولى لكسوة الكعبة ومعرض الحرمين وعندنا زيارة إلى برج الساعة هذه الزيارات والفعاليات المصاحبة والحفل الختامي يحول له وقوته يوم الثلاثاء وسيتم إعلان الفائزين برعاية صاحب سمو الملكية الأمير خادر فيصل مستشار خادم حرمي الشرفين وأمير منطقة مكة المكرمة الجائزة الأولى طبعا في الفرع الأول لحفظ القرآن الكريم سيارة بحول له هذه أبرز جائزة ومجموعة الجوائز قرابة 200 ألف ريال وأعتقد أن الأمر الأهم من حفظ وتدبر وأيضا تعلم القرآن الكريم هي القيمة الناتجة عنه أكيد أن هناك قيم إنسانية واجتماعية وأخلاقية عظيمة ستنتج عنها أنا أريد أن أسألك عن رصدكم ولوحظتك لهذه القيم المتحققة من هذه المسابقة كيف شاهدت الأبناء واستفادتهم من هذا التعلق العظيم بالقرآن الكريم الأثر أحيانا لا يقاس في البداية لكن في هذه المسابقة قصنا الأثر في بدايته كانت عندنا جمعيات أو كثير من الجمعيات ما كانت عندها برامج قرآن فبعد ما أطلقت هذه المسابقة استحدثت برامج قرآنية ونفذت برامج قرآنية المرحلة الأولى مرحلة التصفيات الأولية كان عندنا ممكن يعني بعض الأبناء كانت مشاركتهم ضعيفة في مرحلة التصفيات النهائية التحسن ظاهر وملحوظ لانطباع للأبناء جدا عالي وجدا الجميع مسرور وسعيد في هذه المسابقة والتحسن على الجميع ظاهر بفضل الله سبحانه وتعالى مرحوظ وهذه هي نسخة الأولى وأول تجربة ومسابقة قرآنية بالطريقة هذه وبالحجم هذا على مستوى جمعيات الأيتام جميل يعني بما أنه هذه النسخة الأولى وبما أنه كان فيه إيجابيات كثيرة موجودة فيه حتى يعني تأثيرها الإيجابي على جمعيات أخرى لو تكلمنا بشكل أوسع على يعني أهمية مثل هذه المحافل في رفع روح التنافسية في رفع الأخلاق كمان ويمكن نقول زي ما قال عبدالله أنه حفظ القرآن مو بس هي مسابقة أو لحفظ القرآن ولكنه تهذيب للنفس صحيح لذلك حرصنا في المسابقة أنه ما تكون مسابقة فقط متخصة في القرآن لا استعدثنا برامج مصاحبة عدة لقاءات ورش عمل حيكون عندنا قياس أثر نهاية المسابقة لإستعراض أبرز الملاحظات وتحسينها في الأيام القادمة زي ما ذكرت القرآن يهذب الإنسان ويهذب سلوكه ويهذب أخلاقه ويدله إلى الحق ودائما يعني حفظة القرآن تجدهم دائما من المتفوقين ومن المتميزين في حياتهم فإن شاء الله أن هذا البرنامج نواة أولى لتحقيق هذه الأهداف وبإذن الله أنه يستمر وتتحقق الهداف المرجوة من هذا البرنامج بالله أنه أحد أهم أسرار النجاح دائما ما تجد المتفوقين الأذكياء فعليا الملفتين حضورا وحديثا تجد أنه لديه تعلق أيضا حفظ القرآن في سنة مبكرة طيب خلينا نروح لليوم الأخير ونهائي كم عدد المتسابقين في ذلك اليوم وكيف ستكون المرحلة النهائية الآن وأنا معكم في اللقاء التصفيات الشغالة اليوم عندنا تصفيات الجزء العاشر والخمسة أش جزء والقرآن كاملا اليوم بحول أوقوته طبعا المنافسة جدا شديدة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى المشاركين على مستوى جدا عالي والمنافسة جدا جدا يعني مميزة والدرجات جدا متقاربة هذا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كان عندنا تحدي سابقا نقول أنه ممكن أول تجربة على مستوى الأيتام فممكن يكون الإقبال ما هو جيد أو ضعيف لا الحمد لله الإقبال كان جدا ممتاز والمشاركين على مستوى جدا عالي هتنتهي اليوم إن شاء الله التصفيات وحتعلن الأسماء في الحفل الختامي طبعا زي ما ذكرت الحفل الختامي برعاية الأمير خالد الفيصل وبحضور الرعاة والدعمين والأبناء وسيتم تسليمهم الجوائز في الحفل الختامي بحول الله وقوته ثم توديع المشاركين وانتقالهم إلى كل واحد حسب مدينته وبلده طبعا أنتم عارفين مشاركين من الشرقية من الرياضة من القصيم من تبوك من جيزان من نجران من 14 منطق من مناطق المملكة نعم هو مدينة من مدن المملكة الله يوفقهم جميعان نتمنى الجميع يأخذ جوائز مادية ولكن بالفعل الجائزة الأكبر كانت مشاركتهم في هذه المسابقة وحفظهم بالتأكيد وتدبرهم للقرآن شكرا جزيلا لك كنت معنا من استوديو مكة الأستاذ عمر الفايز وأنت مشرف مسابقة جائزة أمير مكة لحفظ القرآن الأيتام يعطيك العافية شكرا جزيلا لك أخوي عمار شكرا جزيلا لك